في ظل التوترات والتطورات المتسارحة في السودان، تحاول الوساطة المختلفة أن تلعب دوراً فاعلاً لرأب الصدع بين المكونين العسكري والمدني، وهو الهدف ذاته الذي حاولت واشنطن تحقيقه ودعت بصفة عاجلة إلى إجراء المزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية نحو الوصول إلى الديمقراطية في السودان بقيادة مدنية. الوزير أنتوني بلينكين أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وقاعد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لأعادة حمدوك إلى منصبه ليس سوى خطوة أولى مهمة فيها العودة إلى مصارى الانتقال الديمقراطي بالسودان، وواشنطن متفائلة بهذه الخطوة. نيت برايس أكد في بيان له دعوة واشنطن لاحترام الاحتجاجات السلمية في السودان، واشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ بصفة عاشلة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. مشيراً أن بلاده تريد أن ترى تقدماً أكبر في السودان قبل استئناف منح المساعدات المالية التي جرى تعليقها مؤخراً بعد إجراءات الجيش. من أجل استعادة ثقة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية، يجب لفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين والضغط قصد الرفع الفوري لحالة الطوارئ، وإنشاء مجلس تشريعي وإعادة هيكلة القضاء وتأسيس هيئات انتخابية في السودان. وخلف توقيع قائد الجيش السوداني ورئيس الوزراء اتفاقاً يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة والمحافظة على شركة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، ترحيباً أممياً ودولياً بهذه الخطوة، كدفع جديد للمسار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار بالخرطوم للحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية.